اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري الذي نقدمه لكم من ديموان اعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني عن تخفيضات تصل الى 25% في اسعار المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان المقبل ونوها الوزير في تصريح صحفي بموقف التجار والمنتجين الكبار الذين ساندوا فكرة تخفيض اسعار مختلف المواد الغذائية وسعة الاستهلاك بمناسبة شهر رمضان مقارنة بالاشهر الاخرى من النفس معتبرا ان هذه المبادرة جديدة في السوق الوطني اطاحت فرقة البحث والتدخل بامن ولاية بيجايا بجماعة اشرار تتكون من ستة اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 28 و 53 سنة تحترف التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد اختام الدولة بعد ورود معلومات بخصوص طوارب تالب جامعي يدرس بجامعة بيجايا متخذا غرفة باحدى الاقامات مكانا لتزوير الوثائق لفائدة بعض الطلبة الى موضوع اخر حيث امر قضي التحقيق بمحكمة المسيلة باداء مديرية تعاون الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة الحبس مع اداء شخصين الحبس المؤقت وقد وجهت للمشتبه فيهم جنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين وجنحة الاهمال الواضح المؤدي الى اختلاس وسرقة اموال عمومية بالاضافة كذلك الى جنحة تبديد اموال عمومية وجنحة تحويل مادة اولية مدعمة عن مقصدها الامتيازية نختتم بموضوع البرلمان حيث صدق نواب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة على مشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 متضمن قانون العقوبات وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد ابراهيم بغلي وقد حضر هذه الجلسة وزير العادل حافظ الاختام السيد عبد الرشيد طبي ووزير العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزور وعقب التصويت على هذا المشروع أكد وزير العادل حافظ الاختام أن هذا النص يحمل الكثير من الإيجابيات خاصة ما تعلق منها بتحقيق الأمن للمجتمع وخماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الجرائم ختم المجز في أمان الله اشتركوا في القناة